كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب علي الدغباسي أن اللجنة وجهت الدعوة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وأركان وزارته لحضور اجتماع يعقد غدا الأحد في مجلس الأمة للوقوف على آخر المستجدات بالنسبة للوضع الإقليمي وخطوات الحكومة والوزارة حول هذا الأمر وأضاف الدغباسي في تصريحات صحفية أن المجلس بحاجة إلى الإطلاع على آخر المستجدات الرسمية من الجانب الحكومي بالإضافة إلى التعرف على الاستعدادات الحكومية لاحتمالات الوضع الإقليمي وبين الدغباسي أن اللجنة ستقوم أيضا في الاجتماع بوضع جدول أعمالها وتنسيق أولوياتها المقبلة